سلسلة القوانين اللي بيفضرها طبعاً من ناحية لجنة الإصلاح التشريعي بتعمل بعض المشاريع واللي بتتعرض على قسم الفاتوه والتشريع واللي الأول مرة الواحد بيشوف مشاهد مش بس يا عمر انه هو بيقولك ما تنقش القضايا دي ده القانون بتاع العقود بيتطبق بأثر راجع اللي هو الدسطور الحالي بيشترك على البرلمان اللي بيبقى عندك برلمان وبرلمانه انتخب عشان تطبق أي نص بأثر راجعي لابد يبقى عندك موافقة السلسلة ثم مشروع الاستثمار اللي اتطرح واللي بيدي رئيس الوزراء الحق انه يدي تخصيص للأراضي زي ما هو عايز حوافص ضربية زي ما هو عايز وبيستبدل رئيس الوزراء بالبرلمان وتيجي بقى احد كده تقولي والله ده المشروع القانون اللي طرحنا على المستثمرين والمستثمرين وافقوا عليه ما قدرش لما يبقى فيه برلمان موجود ما قدرش ان انا غير في هذا الان انا متخن احنا قدام وانتع بيسهموا بشكل واضح وكبير فيه التعتيم منها بشكل واضح وصريح مش هتكلم عن الاستثمارات ولا الفلوس اللي خليك دخلها ولا هتكلم عن سنالات الخزانة لكن عايز اتكلم عن انهيار سعر البترول ده كان عامل عبق اقديه على المواسنة والعبق ده تخفف قديه وديته ده ود فيه هل وديته ده ان انتو تحسنوا الدعم لا ده النهاردة خطاب واضح وصريح واضح وصريح على مفيش دعم اصلا على البنزين اتنين التمهيد لعملية خسخصة الكهرباء وده بيطرحوه برضو بشكل واضح وعلني الكهرباء ثم كلام حوالين خسخصة الميا ثم الاول مرة اللي انبارك مقديرش عايزة انبارك لما كان بيخسخص كان بيخسخص الشركة تابعة شركتين تابعتين لأول مرة بيطرحو التمهيد لخسخصة شركة قابضة وهي الشركة القابضة للصمعات الغذائية اللي تحت منها خمسة واربعين شركة بما منها شركة الحوامدية بتاعت السوق طبعا الطرح ده ما تروح ايه بزعم انه زيادة رأس المال لتلاتة مليار الخطوة اللي بعد منها قلت لك لا احنا مش بنخسخص نحن هنزود رأس المال طب اللي دفع تناتها من الارضة مش هيقول لك انا بيزعم الادارة الخطوة اللي بعد منها هتبقى اسهم واسهم حاكمة كل ده بيتم على الارض في ظل الغياب المجتمع وانا يعني بناشر الزملاء يعني سواء في حزب العيش والحرية او لو في اي زمراء حاضرين معانا من اي حزب تاني ضرورة طرح الاجندة الاقتصادية على عدد من الاحزاب سواء الاحزاب اليسرية او الاحزاب اليسار الوسط او الاحزاب المصرية لطرح رؤية ما تمكماش رؤية حزب لوحدة ولكن لطرح رؤية الملاف الاقتصادى يدهب يتدور ازاي احنا كدولة ميتعامل بعه دي الاحزاب بتتعامل بعه ازاي لانه zay ما بلوم الدولة انها مش بتطرح رؤية انا كمان بدوم الأحزاب انها متاجهة لهذا الأمر ومهمومة ومشغولة بلعبة الانتخابات اللي كلنا عارفين بتتلعب ازاي في البلد المهارد